وحسن تسيير العمل في النادي الاهلي اعتقد اللي حاصل في الفترة الاخيرة وقرار مجلس ادارة النادي بعدم المساس بحقوق ورواتب العاملين والاجهزة الفنية والادارية واتعملت هيكلة مالية معينة علشان يجنب الجميع اي هزات ويحفظ للاهلي حسن ادارة موارده في هذا الظرف اللي انبارح ساعدت جدا بدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مداخلة له مع الكابتن احمد شبير بيشيد ما فعله النادي الاهلي وحسن ادارته لهذه الازمة بحكمة كبيرة بشوانتس النادي الاهلي وقال من رفع شعار رفع العب عن كهل الدولة في موضوع الدعم وابتدى بانه يبتدي فعل اقتصادياته وادارة التسويق ثم الاهلي انتاج الاعلامي ثم الاستثمار في الميديا وتطور رعاية تطور البس التلفزيوني والبرامج كل هذه الموارد التي يستمر الاهلي في استحداث الوسائل التي يمكن تسويقها عشان غيره يبتدي يستفيد حتى من تجربته وتبقى نهج للاقصاد الرياضي في مصر عندما يكون هناك وزيرا منصفا صرف النظر عن تماءاته فهو لابد ان يشيد بالنادي الاهلي عندما يأتي الدكتور اشرف صبحي عشان يقولك الاهلي 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 في اكثر من مناسبة وهو يفتتح مشاريعه هو بيفتتح او بيحضر تعاقداته اللي هي اقصادية ثم وهو يتابع الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة والتي ما كان يستطيع مجلس الادارة ندخذها لو لا انه واقف على رجله وعلى ارض صلبة باقتصاداته ذاتية والنهاردة النادي الاهلي يحصد ايه حسن ادارة هذه الموارد في السنوات اللي فاتت فمخليها قدر استحمل الظرف الطارق وده يذكره ان يعني في خلال ويمكن انت عصيرت دي المجلس بتاع كابتن حسن حمدي المجلس بتاع كابتن حسن حمدي تعرض لأقصى ازمة مالية في حاجتين في منطل خطورة واحدة منهم عندما المحافظة يعني تحفظت على ارصده في البنوك علشان كان فيه خلاف على القيمة الايجارية ومستحقات المحافظة لدى النادي الاهلي وتحفظوا لحد ما يحل هذا الخلاف تزامن هذا الكلام مع ايقاف الكرة تزامن مع انه يأتي وزير عشان يمنع جميع الدعم حتى المستحق منه انك تقدر توصل انك انت يعني كان 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 ابتدى النادي الاهلي يعمل المبنى الاداري بتاعه وكان جي المبنى الاسكواش وكان مفروض انه هو بقى ياخد دفعات عشان يبني بيها يفنش بيها او يشطب بيها المبنى ده ويبتدي مجلس حمام سباحة الاهلي في الشيخ زايد فابتدى الوزير العام الفروق انه يحط يعني مخصصات قبل ما يبتدي النادي الاهلي يستمتع بها عشان كان الوزير يتغير وجاء وزير عشان يقفل الحنفية حتى على انه يصرف لك المليون جنيه اللي كانت بتصرف دعما لبطل افريقيا عند احراز اللقب بحاجة انه دي مش موجودة في اللايحة ها بس عرف وفي نفس الوقت لم يتم صرف اي مليم في دعم المنشآت اللي اصلا النادي الاهلي ما كان اللي يبدأ بها الا ان الوزارة قالت له احنا هنساعد يعني كان دائما النادي الاهلي يبدأ في المنشآة والوزارة بتساند معاه وكان بيبقى مقابل كده انه بيضع هذه الملاعب تحت خدمة المتخبات الوطنية ويظل الحظر قيمة حتى ياتي الوزير خالد عبد العزيز يبتدي يفك هذا الامر تدريجيا ويقدر مجلس المهندس محمود طار ياخد الاعانات ويشطب بيها ونشوف صرح رائع جدا اتعطله يجي 3-4 سن بدون مناسبة علشان الدعم يبقى الدارس اللي خرج بين النادي الاهلي لا ما فيش حاجة اسمها بقى انا حاول ان انا الاول اعتمد على الموارد دي لو جاء الدعم يبقى يعني اضافة اضافة في مزيد من التطوير في اضافة في مزيد من التحديث والنهاردة النادي الاهلي بيقول لك واعتقد ان انت كنت في حديث مع كابتو الخطيب بتفهم منه قرار وفهمت منه ان القرار لن يدار منه على الاقل الموظفين المتوسطين وحتى اي حقوق هتجدول على الحقوق اللي جاية على سنين الجاية هي كانت فكرة الهيكلة والجدولة دي ماشا جزا يا جماعة وده درس في الادارة المؤسسية ادارة العمل المؤسسي بما يحافظ على موارد النادي الحد من المصرفات يعادة توزيح هذه الموارد بما لا يخل او بما لا يحدث اي خلل في الوضع او الموقف المالي للنادي كابتو محمود الخطيب طلب من مدير كل القطاعات المختلفة كل يقدم تصوره النشاط الرياضي المدير المال المدير التنفيذي المدير الكورة مدير الاكاديمية كل القطاعات المعنية في النادي كل واحد قدم تصوره لكيفية ادارة الازمة في هذا الظرف بما يحافظ على البعد الاجتماعي والحقوق الطبيعية لكل العاملين في النادي سواء عاملين اجهزة فنية اجهزة ادارية لعبين اطباء وغيره وايضا بما لا يحدث اي هزة في الموقف المالي للنادي قدم كل واحد تصوره مجلس ادارة النادي من خلال الاجتماع بالفيديو كونفرنس اللي اعتاد عليه في التباعد الاجتماعي في الفترة الاخيرة ادارة كابتو محمود الخطيب هذا الاجتماع من بارح وصل الى صيغة نهائية تم الاتفاق على الشكل العام والنهائي في جدولة حصول كل العاملين في النادي من لعبين واجهزة فنية والعملين اولا لا مساس على الاطلاق بحقوق العاملين ده كان مبدأ اساسي غير قابل للنقاش على الاطلاق وتم جدولة حصول بقية الاجهزة الفنية والادارية لاصحاب الاجور الاعلى على مستحقتهم على دفعات بما لا يهدر حقوقهم وايضا بما لا يحدث اي خلل لكنه كان الدرس الكبير جدا ازاي النادي الالي في هذا الظرف بيقدم درس اداري مهم جدا في ادارة الازمة بالحفاظ على موارده بالحد من مصرفاته وبعدم الاخلال بحقوق كل العاملين فيه بالاضافة اه البعد بتاع المشكلة اه طب وبكرة اه يبقى لازم فيه موارد جديدة ايه ليه هوندي الالي ما عندوش ازمة مالية ايه على الورق في ميزان الميزانية والكلام ده حتاجد ان العقود بتغطي وبتزيد كتير عن موارده انما طيب فيه رعاة حياخره اه اجزاء من 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 المستحقات بتاعت النادي الالي طب حيتعمل النادي الالي ازاي تبص بقى التركيبة بتاعت المجلس تركيبة رياضية اخصادية اه فيها اه اه البعد بتاع ان انا العلاج الغير تقليدي لأي ازمة فيبتدوا فكروا ان احسن حل دلوقت الحقوق الالكترونية نقدر نجيب منها فلوس ازاي نما يكن اجراءات النادي الاهلي التحصيل والتسويق بما يحقق مزيد من الدخل يبقى انت كمان بتراعين طب ماذا لو استمرت المشكلة دي كم شهر كمان يبقى انا بدور بس بقى المشكلة بالحل بحط حل ده اللي عجبني فيه الحوار اللي صدر والتوجه بتاع لان انت ما تبص تلاقي اربع خمس شباب موجودين في المجلس من رجال الاعمال عنصرين مهمين جدا من رجال قطاع البنوك او تلاتة ايضا اصحاب الخبرة الاديمة اللي موجودين ايضا فالمجلس كده على بعضه بيكمل بعضه وهو ده المطلوب فيه دايما وانت بتشكل المجلس الادارات بتراعي البعض وجزء منهم طبعا او معظمهم لو في الرياضة وفي الرياضة ايه مش فكرة القدم بس ده في الالعاب وفي النشاط والالعاب الفردية والالعاب الجماعية تمثيل متناوع كل ده بيخليك تقول ايه نقدر باستمرار يكون فيه مرونة وفيه استباق للازمة وعلاج لما هو متوقع من ازمات قادمة